السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الفيديو الجديد والذي يتعلقينها طبعا بأسبوع التقويم والدعم من الوحدة الأولى طبعا المرجع هو مرشد في اللغة العربية القسم الخامس دعي نعم العنوان المرأة المغربية المهاجرة سأقرأ النص أصبحت النساء المهاجرات اليوم أزيد من نصف المهاجرين المغاربة بالخارج نساء التحقن بأزواجهن ونساء هن باحثات عن العمل من أجل تحسين ظروفهن الاجتماعية ونساء من بنات الأجيال الأولى للهجرة المغربية نساء كلهن مساهمات في دور المرأة المغربية في بلد المهاجر وفي وطنها جنبا إلى جنب مع الرجل دون كلل أو أدنى تمييز لقد باتت المرأة المغربية في الخارج مشهورة في السياسة والقانون والاقتصاد والتقافة والرياضة وبلغت مكانة في العلم وهكذا صارت المرأة المغربية في المهجر رئيسة للبرلمان في هولندا وباتت وزيرة في فرنسا وأمست ممثلة للشعب في برلمان إيطاليا وبلجيكا وكندا وهي اليوم تدير مراكز علمية مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية وتشتغل في محطات تلفزيونية في الخليج كما تعمل في الدول الإفريقية في سبيل السلم والسلام نعم أتمنى أن تعيد قراءة النص أكثر من ثلاث مرات ثم بعدها عنبشيوا الأسئلة نعم أقرأ النص قراءة سليمة مهم عمشيوا الفهم أضع سطرا تحت الكلمة المناسبة نعم هنا عدنا معنى معنى كلل هل هو نوم أم جود أم تعب نعم معنى كلل واش نوم مجود أو تعب نعم هو التعب ضد أدنى واش أقرب أعلى أبعد نعم هنا ضد دي الأدنى واش أقرب ولا أعلى ولا أبعد طبعا أبعد عائلة تدير واش إنارة إدارة مدار طبعا العائلة دي لها إدارة تدير إدارة ومدار وهناك كذلك مثلا قد أقول مدير مديرة هذه تسمى عائلة القيام دمعا بشيء للسؤال الموالي هاجرت المغربية لأسباب أعزل مما يأتي سببا لم يذكر في النص طبعا قعدنا الاتحاق بالزوج الدراسة في المهجر ثم قعدنا البحث عن عمل ثم الازدياد في المهجر الازدياد في المهجر إذن شنا هو السبب الذي ينكر في النص طبعا الدراسة في المهجر الدراسة في المهجر فقد ذكر التحاق بالزوج ذكر البحث عن عمل ثم ذكر الزياد في المهجر أصل بين كل منصب والبلد المناسب له حسب ما ورد في النص نعم البرلمان الوزارة البحث العلمي التلفزيون السلام العالمي وعدنا هنا البلد وليد المتحدة الأمريكية هولندا إفريقيا فرنسا الخليج نعم فنجد مثلا وزيرة في فرنسا نشوفوا فرنسا نقلب عليها هذه وزيرة في فرنسا والبحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عدنا التلفزيون في الخليج التلفزيون في الخليج والسلام العالمي طبعا بإفريقيا السلام العالمي والبرلمان طبعا بأهوليا هولندا والبرلمان بأهولندا إذا البرلمان بأهولندا الوزارة فرنسا البحث العلمي والمتحدة الأمريكية التلفزيون عدنا في الخليج السلام العالمي الإفريقيا وقلنا الوزارة في فرنسا وزارة في فرنسا نعم نمر إلى هنا التحليل والتركيب أعين في النص نعم نرى هنا أعين في النص جملا تدل على مئتي عدد النساء المهاجرات عدد النساء المهاجرات ثم المساوات بين الرجال والنساء ثم مكانت المرأة العلمين نعود إلى النص فنجد عدد النساء المهاجرات أزيد من نصف المهاجرين أزيد من نصف المهاجرين المغارب الخارج إذا العدد النساء المهاجرات من نصف المهاجرين المغارب الخارج ثم طبعا من مراهة طلبوا مننا طلبوا مننا النساء المساوات بين الرجال والنساء المساوات بين الرجال والنساء نساء نعم نساء كلهن مساوة بالمرأة المغربية في البلد المهاجر ووطنها جنبا إلى جن يا جنبا إلى جن مع الرجل دون أدنى تمييز جنبا إلى جن مع الرجل دون كرن أو أدنى تمييز هناك هنا المساوة أو أدنى تمييز ثم مكانت العلميا للمرأة آقا وبلغت مكانتا في العلم وبلغت مكانة في العلم وبلغت مكانة في العلم عمشي دابال نتقل للسؤال هذا أستعمل في جمل كلمات التي أزيد طبعا في مدينتي أزيد من نصف سكانها أصيبوا ب فيروس كورونا طبعا منذ بداية انتشاره طبعا من أجل طبعا من أجل بناء وطن مثلا وطن جيد علينا التفاني والإخلاص في العمل دون عناء دون غش في سبيل ساهم أو شارك أجدادنا في سبيل استرجاع الصحراء المغربية ساهموا وشاركوا بأموالهم وأنفسهم شارك أجدادنا بأموالهم وأنفسهم في سبيل استرجاع بلد نام دابا أكمل الفقرة شوفوا هذه هي أكمل الفقرة في سطر أوسطريني مساعنا أو مساعنا بهذا الشيء طبعا بالنصف المرأة المهاجرة مساوية الرجل المهاجر لأنها تقوم بنفس المهام الذي يقوم به الرجل المهاجر أو لأنها حققت قريبا نفس الإنجازات التي حققها الرجل المهاجر أو بل ناجد بعد النساء قد حققنا أكثر مما حققه الرجال إذن فالمرأة هي الأخرى لها دور ومكانة في المجتمع دابا عمشوا تطبيقات اللغوي والإملاء أضبط الفقرة الأولى بالشكل التام عند رجوع الفقرة الأولى هذا الفقرة اللولانية عن تشكل نساء المهاجرات جنبا إلى جنب مع الرجل دون كدر أو أدنى تمييز إذن نحن قمنا بالقراءة الشكلية أعرب كلمات التي تحتها خط أعود إلى الكلمات التي تحتها خط عدنا عدنا هنا التي تحتها خط عدنا تدير ثم أبحث عنها نعم نعم أبحث عدنا هنا وهي اليوم تدير تدير فهو فعل مضارع مرفوع بالدم الضعر آخر والفائل دامير مصدروهية والجملة الفعلية في محلي طبعا رفع خبر هي في محل رفع خبر هي سأبحث عن طبعا هاي باتت باتت وزيرة بات هذه أخوات كان وزيرة خبر خبرها منصوب وعالمة النصب تنوين الفتح وعالمة النصب تنوين الفتح دابا عمشور الصرف التحويل أميز الأفعال مجرد والأفعال مزيدة مع تبياني أحرف الزيادة تابا فهو فعل مجرد أدرك طبعا فهو مزيد هو دهم ذا القطع استغلى غلى إذا مزيدة حرف الزيادة هنا الألف والسين والتأ الألف والسين والتأ هذه اقتصاد اقتصاد عدنا مزيدة الألف والتأ اقتصاد فهو مزيد يدو مرجع الماضي مع الضمير هو هو دام فهذا مجرد يبتسي مرجع الماضي ابتسم عند الألف والتأ عدى فهو مجرد أحدد الفعل الصحيح والمعتل فيما يأتي عالي ما فهو فعل صحيح سريم ظن فهو فعل صحيح وهو مضاعف قال هذا معتل نوا فهذا معتل هذا معتل الأجوف وهذا لفيف مقرون الرجل التراكيب أحدده خبار المبتدأ ونوعه فيما يأتي إذا قلنا أنواع الخبار ديال المبتدأ قلنا خبار مفراد جملة إما فعلية أو اسمية أو جملة من الجار المجرور أو جملة من الضرف والمضافي والمضافي إليه المرأة تشارك الرجل في العمل تشارك الرجل في العمل هذا هو الخبار جملة فعلية نعم هنا المهاجر طموحه كبير الخبر طموحه كبير جملة اسمية عمشو الإعراب باتت المرأة المغربية مشهورة باتت فبات ففعل بات فعل ماض ناقص أو ناطق فعلي وتأت لها محلام إعراب المرأة اسمه باتة مرفوع بالدم الضالة المغربية نعت مرفوع بالدم الضالة تابعنا من عود هذا اسمه باتة وهذا نعت مشهورة خبر خبر دي الباتة منصوب وعالمات النص تنوين الفتح إذن هنا هذة الكلمات نحولها إلى الجمع مثلا طائرات طائرات عند التأم بسوطة وردات ورود ورودات عند التأم بسوطة الراعي جمعها الرعاة تأم مربوطة طفلة جمعها طفلات تأم مبسوطة جمعنا السائي السعاد تأم مربوطة وصيارة سيارات مبسوطة أضعوا الهمزة المناسبة في المكان الفارغ مع الشكل أقرأوا أقرأوا همزة القطع أخرج أو أخرجا أخرجا همزة القطع تأم إكرام إكرام تأم همزة القطع إجتهد همزة وصل إجتهد همزة وصل أتمنى أن تكونوا قاية سفتتم هذه الحصة ولنا حساس أخرى